أهلا بحضراتكم من جديد حنشوف الإعلامي القطري ماجد الخليفي زي في القناة النقلة للبطولة قناة البي ان سبورت شايف هذه المباراة زي للمباراة حقاة المباراة لها قيمة كبيرة وخاصة بالطرف الكبير الأهم في هذه المباراة وهو الأهلي المصري ذو الجماهلي الكبيرة صاحب الأكثر ألقابا في هذه البطولة ست بطولات حقق الكاس سوبر الأفريقي فيها خسر مرتين فريق متمرس جاي بمعنويات عالية جدا وكبيرة بعد تعادلها الأخير مع ساند داونز واحد واحد ومما أهل إلى نصف النهائي أيضا حقيقة تنظيمهم رائع الأهلي المصري فعلا هم مدرسة كانت بين مباراة مباراة الكاس سوبر حوالي أسبوع كان بإمكانهم يخذون على الأقل يوم يومين ترانزيت في مصر ومن مصر يجون هنا هم جاءوا على طول من جنوب أفريق الدارق للدوحة أعطاهم أرياحية كثيرة أعطاهم تركيز للمباراة أكثر أعطاهم تعود على الاحترازات الإجرائية فأيضا خطوة تحسب للأهلي المصري الآن أعتقد هم السبقوا والبركان بيوم أيضا تفاندج لصالحهم والأهلي متعود الأهلي أدوبوا كان في كاس العالم للأندية واخذ ثالث الأندية واخذ ثالث الأندية للعالم وكان حاضر والشارك في هذه البطولة من نظام البابل والذي تعود كلام طبعا بيعكس قيمة وتقدير الإعلام في الخليج للنادي الأهلي وفي يعني العلام العربي الذي يتابع النادي الأهلي وهي شهادة كاملة بقدرته على تجاوز عقب سانداونز الكبيرة جدا وإحساسه بالنادي الأهلي دائما منظم ودائما جاهز ودائما دوافع متجددة ودائما مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات اللي قدامه ولكن